لغيات تهيات البيئة الجاذبة للاستثمار الخارجي ودعم الصناعة الوطنية وافق مجلس الوزراء على تعديل أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار ورفع نسبة منح الصناعة الأفضلية بالسعر في العطاءات الحكومية وبموجب قرار مجلس الوزراء فإن الجنسية الأردنية لا تمنح لأي مستثمر امتلك حصصا من أي مستثمر آخر كان قد حصل على الجنسية بناء على تلك الحصص وبيّن أن القرار أن الأسس المعدل لمنح جنسية والإقامة تشمل 500 مستثمر سنويا فقط وبحسب أولوية تقديم الطلب وتحقيق الشروط المطلوبة وفي جانب آخر قرر مجلس الوزراء العودة إلى قراره السابق بمنح الصناعة الوطنية أفضلية بالسعر بنسبة 15% في العطاءات الحكومية بدلا من 10% شريطة مطابقة الشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية استطلعت كاميرا رؤية أراء مواطنين وتجار حول مدى اهتمامهم في الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وأكد بعضهم أن ضعف أسرير المخاطر العالية يجعلهم يبتعدون عن الخوض في هذا المجال الأوراق المالية والأسهم ما من الدول هيا لأنه هذا مخاطر كبير يعني إشي بيحكي لك عن الشاشات إشي بيحكي لك عن المجهول ما عمر اشتريت ولا بعت أسهم السبب ما فيه إشي يبين أنه أنا أشترك فيهم يعني أو مش لأني بفهمش فيهم أكيد لا لأنه ما فيش فلوس اللي تتعامل فيها ما فيه منين بدك تجيبه لأسهم بدها مصاري أنا فترة من الفترات اشتركت بمبلغ بسيط ولكن للأسف طرت لخسارة وسحبتها من الفلوس 70 من السوق المالي والله الأسواق المالية كان فيه لي تجربة قديمة معهم من تقريبا من 10 أو 12 سنة والحمد لله ما أتفقت فيها والله أعرف معلومات عامة عن الأسواق المالية يعني التداول أشوف على نشرات الأخبار يعني بس معلومات معا ما قمع صراحة لا يعني معا ما شاركت فيها بس بعرف أنها نوع من أو مجال من مجالات الربع يعني بلجأ ليها خاصة أصحاب الأموال الكبيرة واللي بيحبوش المخاطرة كثير نوعا ما أتوقع هيك وأعود إلى قرار مجلس الوزراء وفي تفاصيل الأسس المعدلة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة عن طريق الاستثمار يتم منح الجنسية الأردنية للمستثمر عند قيامه بإداع وديعة بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة ثلاث سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة ست سنوات وفي حال الاستثمار يتم منح الجنسية للمستثمر من خلال شراء أسهم أو حصص في الشركات الأردنية بما لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار شريطة عدم التصرف بها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات كما تضمنت الأسس منح المستثمر جوى السفر أردنيا مؤقتا لمدة ثلاث سنوات عند إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في قطاعات انتاجية وفق شروط تحدد قيمة لرأس المال وفرص العمل التي يتم توفيرها بحسب موقع المشروع أما منح الإقامة لمدة خمس سنوات لغيات الاستثمار فتشمل المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين بغض النظر عن مدة إقامته السابقة في المملكة عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار مع الاحتفاظ بالعقار مدة لا تقل عن قمس سنوات دون التصرف به أو رهنه وفي حال كان المستثمر شريكا أو يملك مشروعا أو مشاريع قائمة فيتم منحه الجنسية حسب موقع الاستثمارات القائمة إن كان داخل أو خارج العاصمة وبشروط تتعلق بحصة المستثمر من إجمال الموجودات التي يمكن احتسابها وفقا لمازينيات مصدقة خلال آخر ثلاث سنوات وشروط تتعلق بفرص العمل التي يوفرها للأردنيين مع مراعاة تبعات الجائحة في 2020 النشاط العمراني في الأردن يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية بحسب ما أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة حيث ارتفع حجم المساحات المرخصة مع نهاية التموز بنسبة تجاوزت 70% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي الأرقام أظهرت ارتفاع حجم المساحات المرخصة في الأردن إلى نحو 5 ملايين متر مربع في أول سبعة أشهر من العام الحالي بارتفاع 72% عن ذات الفترة من العام الماضي أما عدد رخص الأبنية الجديدة الصادرة بنهاية التموز فقد ارتفعت إلى نحو 15 ألفاً وبما نسبته 69.3% عن ذات الفترة من العام الماضي فيما أظهرت الأرقام أن الجزء الأكبر من مساحات الأبنية الجديدة المرخصة كانت للغيات السكنية حيث تم ترخيص نحو 4 ملايين متر مربع بزيادة 73% عن ذات الفترة من العام الماضي فيما تم ترخيص أبنية ما مساحته 575 ألف متر مربع لغيات غير سكنية مع نهاية شهر تموز الماضي أي بارتفاع 66.2% عن ذات الفترة من العام الماضي وعلى مستوى الأقاليم بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 66% من إجمال مساحة الأبنية المرخصة في حين بلغت حصة إقليم الشمال 24.1% وإقليم الجنوب 9.9% بهدف التسهيل على التجار والمستوردين لأجهزة الاتصالات كشفت هيئة الاتصالات عن قطتها للمرحلة المقبلة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي جبور قال أن الهيئة تعكف حاليا على تشكيل لجنة متخصصة لدراسة المشاكل التي تواجه قطاع استيراد أجهزة الاتصالات وإيجاد الحلول المناسبة وأضاف أنه سيتم إنشاء برنامج القائمة الذهبية الوطنية لمنح التجار الملتزمين حوافزة وتسهيلات وزيادة سرعة إنجاز البيانات الجمهورية وتقليل زمن الإفراج عن البضائع أرقام الهيئة أبهرت إنجاز ما يقارب 16 ألف بيانا جمهوركي وموافقة نوعية لأجهزة اتصالات حتى نهاية شهر آب الماضي عقب الاتفاق بين دول خط الغاز العربي لإيصال الغاز إلى لبنان من مصر عبر الأردن وسوريا أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السورية المهندس بسام طعم جهازية الخط داخل سوريا وأضاف طعم في تصريحات صحفية أنه تم إجراء صيانا للخط نتيجة تعرضه لاعتداءات مبينا أن الجانب اللبناني طلب 600 مليون متر مكاحب من الغاز بالعام أي بمعدل مليون و600 ألف متر مكاحب يوميا وأضاف أن سوريا ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة ما ينعكس بالفائدة على عمليات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد